اهلا بكل متابعينا في الفيديو ده حنتكلم عن الحالة الفلكية خلال الاسبوع اللي بيبدأ بيوم السبت 3 يونيو وينتهي بيوم الجمعة 9 يونيو وحنشوف تأثير الحالة الفلكية خلال الاسبوع ده هيكون ايه على موليد برج الحوت موليد الحوت الاسبوع ده عندكم 3 ايام الحظ بيحلفكم خلالهم التلات يام دول هما يوم الاثنين والثلات وكمان يوم الجمعة يوم الاثنين والثلات الامر هيكون في منزل المشروعات ومنزل الاصدقاء وده بيدعمكم على صعيدين على الناحية المهنية وعلى الناحية الاجتماعية فموليد الحوت تقدروا في يوم الاثنين والثلات انكم تعملوا تنمية لشغلكم والمشاريعكم لو عندكم مشاريع خاصة وكمان سهل انكم تحصلوا على دعم الزملاء في الشغل او الرؤساء في الشغل ده في يوم الاثنين والثلات كمان في يوم الاثنين والثلات في الناحية الاجتماعية تقدروا انكم تخرجوا وتنطلقوا مع الاصحاب وتستمتعوا بوقتكم اكتر مع الاصحاب لان هيكون فيه تبادل فكري مفيد فما ترفضوش اي دعوات اجتماعية توجه ليكم خلال اليومين دول ممكن انكم تتعرفوا باشخاص مفيدين تعملوا صداقات جديدة او كمان توتدوا علاقتكم باصدقاء مخلصين ومن السهل خلال الاثنين والثلات انكم تحصلوا على دعم من اصدقاء مخلصين ولو بنصيحة مخلصة كمان يوم الجمعة اللي هو اخر يوم في الاسبوع الاسبوع بينتهي والامر في برجكم فيوم الجمعة الامر هيكون في برجكم بيديكم سحر وجاذبية جدا وتعرفوا انكم تأثروا في كل اللي حواليكم وعندكم حضور وثقة بالنفس وتعرفوا تفردوا ارادتكم ورغباتكم بمنتهى الزكاء والنعومة ودي اصلا موهبة الحوت الحوت يعرفوا يسيطروا بنعومة فكمان مع وجود الامر في برجكم موهبتكم حتى يزدهر اكتر في السيطرة بنعومة تعرفوا كمان انكم تلفتوا الانظار ليكم وخصوصا انظار الجنس الاخر بس فيه اربعة ايام بما انه فيه تلات ايام حلوين بس فيه اربعة ايام لازم تكونوا منتبهين خلالهم لشوية حاجات اول حاجة يوم السبت والحد هيكون الامر في وضع معاكس معاكو وبالذات معاكس في الناحية المهنية فمهم في يوم السبت والحد انكم تكونوا يعني بتشتغلوا بدقة تحاولوا تهدوا اعصابكم قدام اي استفزاز او ضغوط في الشغل رتبوا افكاركم وجهودكم واولوياتكم عشان ما يتمسكش عليكم ما تقعوش في اخطاء وما تتمسكش عليكم اخطاء كمان يوم السبت والحد اشوف انهم يومين يعني ممكن تكونوا بتميلوا فيهم للتصرع في الغضب ويكون حساسيتكم ازيط شوية فحاولوا انكم تتحكموا في حساسيتكم اكتر عشان بس يعدوا اليومين بدون صدام خصوصا مع الزملاء في الشغل او الرؤساء في الشغل اما يوم الاربع والخميس فدول يومين هيكون الامر في منزل الصحة السلبي ده بيخلي توقيتكم اقل فضروري في يوم الاربع والخميس انكم يعني ترتبوا جهدكم الطاقة ما هياش كبيرة فحاولوا انكم تنظموا جهدكم وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة كمان في يوم الاربع والخميس ما تهملوش اي عارض صحي تشعروا بيه ومهم جدا انكم يعني تعملوا كل حاجة في السرية وكتمان ما تعلنوش خطاتكم وكمان ما تتكلموش عن اخباركم وعن حياتكم الشخصية ومهم كمان في يوم الاربع والخميس انكم تبعدوا عن الفخر بنفسكم وبانجازاتكم ان شاء الله الاسبوع كله يكون حلو وكله اسبوع وانتو طايبين